طبعا منتدى الإعلام العربي اليوم يأتي بشعار وشعار مهم جدا اللي هو الحوار الحضاري إذا كنا نتحدث عن الحوار لا بد أن يكون الحوار حاضر وموجود سواء على ما بين الأفراد، ما بين المجتمع، ما بين الأسرة وما بين الشعوب والدول فلا بد من الوصول إلى تحقيق المشتركات فيما بيننا لا بد أن نرتقي بهذا الحوار ونصل إلى الحوار الحضاري فنبحث عن المشتركات فيما بيننا للوصول إلى هذا الجانب نقطة الأخرى أن مسؤولية الارتقاء بالحوار ليصل للحوار الحضاري هي مسؤولية تلقى على عاتق الجميع الآن ليس فقط هناك إعلام تلفزيون وإذاعة فقط وإنما حتى وسائل التواصل الاجتماعي الحاضر الآن ومن يشترك فيها فهو إما طرف في هذا الحوار أو أنه يبدأ بخلق حوار فالسؤال هنا حينما نبدأ مثل هذا الحوار هل هناك حوار إيجابي نسعى إلى تحقيق أمور إيجابية في المجتمع حينما أدفع بنفسي أو شارك في هذا الحوار في تويتر أو غيرها هل سوف أقوم بالمساهمة أم أنني سأنجر خلف هذا الحوار دون وعي هنا نتحدث عن توظيف اللغة والمصطلحات لا بد أن نكون واعيين جدا في أن هناك مصطلحات لها المعنى القريب والمعنى البعيد هناك مصطلحات لها دلالاتها التي تؤثر سلبا في بعض الحالات ومن يقوم بالإعلام المغرض ببثها لأتوظيفها سلبيا تجاهنا فهل نحن حذرين من هذا الأمر؟ أتمنى من الجميع وأنا أوجه الكلام لي أنا قبل غيري أني أكون حريص في أني أكون دائما عنصر إيجابي لدي مسؤولية مجتمعية من قاع العاتقي وعلى الآخرين لنبني هذا الحوار الحضاري ونرتقي به للمستوى الحوار الحضاري